تحدث التوتر بين الأطراف السياسية بالتصاعد مع اقتراب الانتخابات حيث اتهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مسؤولين في وزارتين باستغلال المال العام من أجل تمويل الدعاية الانتخابية وهو أمر يثير التساؤلات عن القانون الانتخابي الذي خاضع للتعديل في مجلس النواب حيث كانت نسخته الحكومية تمنع كبار المسؤولين من الترشح للانتخابات خصوصا وأن الناتق الرسمي باسم الحكومة حسن ناظم أكد قرار الكاظمي بتخيير المسؤولين في الحكومة بين الاستمرار في وظيفتهم أو دخول الانتخابات شرط الاستقالة من المنصب وحذر من استعمال المؤسسات الحكومية لمصالح شخصية خاصة لأولئك الذين انخرطوا في الانتخابات وهم مسؤولون حكوميون إما أن تكون تعمل في الحكومة أو أن تعمل في الانتخابات ويرى مواطننا على مدار 18 عاما الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة الذي غالبا ما يفلت مرتكبوه من العقاب بينما لا يستفيد المواطن من الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والكهرباء في ظل تفاقمها في فترة الصيف وأن الوجه المتكررة غير مرحب بها في هذه الانتخابات وسبق وأن نوهت حتى المرجعية الرشيدة بأنه المجرب لا يجرب ليش؟ لأنه احنا جربناهم خلال هاي الفترات الطويلة الزمنية ما قدموا شيء للشعب العراقي لا من بنى التحتية ولا من أعمار ولا مثلا قدموا شيء لهذا الشعب المظلوم المفطهد التعبان اللي أنهكته الحكومات السابقة لازقين على الكراسي يعني شنه ناس عدها هيمنة على البلد صارم فمن يجي واحد يرشح جديد هسه حاليا هم يحاربوه حاربوه لي اش لانه يريد يبقون نفسهم هيمنين على البلد وهالفساد حتى خدمات موكسة تصاعد حدة التحذيرات من استخدام بعض الأحزاب والجهات السياسية الأموال العامة في الدعاية الانتخابية في ظل اجتداد التنافس الحاصل بين الأطراف السياسية على الموسم الانتخابية كما اتهمت بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات خصومها باستغلال الأموال لكسب أصوات الناخبين والترويج للمرشحين بعض السياسين والمرشحين هم يستعملون المال العام لغرض الدعاية الانتخابية اللي هي خاصة بهم وحاليا نشوف هذا البلد جاء يرجع لي وراه ماكو تطور وهو هذا السبب الرئيسي اللي السياسي أو بعض الشخصيات اللي هم والبعض من عندهم يستعمل المال العام لغرض الدعاية والترويج على موضوع الانتخابات هذا بالدرجة الأولى والأساس من ما خل البلد يرجع لي وراه إلى الوراء وما موجود لا أعمار ولا كل الأمور هم موجودة شابا سامقانا دابلو تيفي وطننا بغداد